النهاردة بنتكلم عن الحياة الشخصية والمساحات اللي المفروض نحترمها في حياة بعض عايزيني أعرف من حضرتك إزاي الفقه وإزاي الإسلام يعني حفظ لكل إنسان حريته الشخصية ومساحته الشخصية أحسنتي وبارك الله فيك وأحييكي على هذا الاختيار لأن دي من الأنماط الأخلاقية والسلوكية بعد أزيبت سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا عباد الله إخوانا يعني إخوان في الله الرسول لما بيبين لنا عدم التحسس لهو تتبع الأخبار والتجسس برضو التماس الأخبار والعثارات للناس من ضمن الصورة التطبيقية لخصوصية الإنسان حديث يمكن يغفل عنه كثير من الناس قال صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانات يعني جنابك سألتني سؤال في تخصصك الفقه في الأزهر فتوى خص نفرض أن أحد الأقارب أو الزملاء أو الطفيلين إلى آخره وقال للأستاذ هادير سألتك في إيه ممنوع أن أقول ممنوع ليه؟ شوفي الدقة في الحديث الرد هنا يا دكتور يكون عامل إزاي؟ لأنه أحياناً في ناس بتحرجك وتصر أنها تعلم لا أقول له وأنت مش عايز تجذب أقول له قال صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانات ويدخل في المجالس بالأمانات تحريم وتجريم إفشاء أسرار الوطن قد الإنسان يقول كلمة أو عبارة هو لا يدري اخترطها على الوطن سواء فئة في النواحي العسكرية النواحي السياسية النواحي الاقتصادية النواحي الاجتماعية يعني هقول لك حضرتك على سر ومشاهدين أنا برفض ساعات مدخلات أو صدافات في الإنتاج الخاص بنكون في موضوعات هما يمكن مش منتبهين لأثارها على مصر فلما يجي أقول له أقول له بالله عليك هذا موضوع يسيء إلى مصر ليه تتكلم فيه لأن العالم من حولك متربص أو مترصد أو عنده غيره يقولوا بقى ده مصر بلد الجرامي أنا ما كنت أتمنى الجرامي اللي بتوع أنه يصلت عليها المجهر من الخصوصيات حضرتك ودي من أدق وطبعا أحترم نضجك الحمد لله المشهود به العلاقة الشخصية أو يعني المعبر عنها بالحميمية بين الزوجة وزوجة على فكرة في ناس كتير لا تنتبه إلى خطورة هذا الأمر شوف الحديث اللي بيقدبنا يقول الرسوع السلام يفضي الزوج إلى زوجه وبعدين يصبحان يحدثان الناس بما فعلها شوفي التشبيه بقى الضخم فكأنما شيطان نكح شيطانا على قارعة الطريق والناس ينظرون إليهم بعض الناس يعني مش هقولي العوام بس ما عندوش فهم أو ما عندوش وعي ممكن يبقى أجلس على القهوة في الكافي وبيتتحدث عن أسرار بيته عن أسرار بيته والعكس أحيانا بيحصل حتى على مواقع التواصل الاجتماعي تلاقي مثلا سيدة داخلها تاخد رأي في مثلا يعني جروب موجود فيه سيدات أخرى رأيها فيه مثلا مشكلة ما حصلت في بيتها وابتدوا يدوها في حلول وبيحصل برضو مع الرجال في جروبات تانية حيك بتشوف ده سدي وتأثيره على البيوت المصرية ده خطأ خطأ وقلتلك ده بعد عن الأخلاقيات الإسلامية يا سيدتي الإسلام ليس مجرد أمور نظرية في العقيدة أو أمور عبادية الإسلام الركن الثالث الأخلاق يعني شوف سيدنا جبريل لما يسأل النبي في الحديث المشهور لرأي سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاء قال إحسن أن تعبض الله كأنك ترافع لم تكن ترافع النبراك ده أساس الأخلاق يعني أدي مساتك مثال على اللي تفضلت به الخصوصية في المشاكل الأسرية مرة دخل النبي عليه السلام على ابنتي السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنه وأرضها فقالها أين ابن عمك اللي هو زوجها الإمام علي رضي الله عنه قالت ذهب يا أبي مغضبا ونام في المسجد شوفي بقى الرسول ما لهاش لماذا لم يرد أن يسمع لم يرد في حدود هو بس أين ابن عمك زوجك قالت له نائم مغاضبا في المسجد فذهب النبي إلى المسجد كان الحجرة قريبة جدا يعني فوجد الإمام علي رضي الله عنه نائما على التراب كانت زمانا لحصر أنت عارفها بسيطة كده فالرسول قاعد ينفض التراب ويبتسل ويقول له قم أبا تراب قم أبا تراب قم أبا تراب وما زاد عن ذلك وده درس للحماوات وللأحماء كذلك رجال ونساء لأ لما تلقى مشكلة تدخلوش في المشاكل لا 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 ولا في العمق إنما بقى تيجي امرأة تعطول ده قال لي يا بنت كذا طغر الصدر وهو يقول لهم ده قالت لي يا ابن كذا بطوق لا في الآخر ممكن يحصل أنه الزوج والزوجة يتصلح لكن الناس خلاص شارت من بعد طبعا عايزة أتكلم حيك كمان في الحدود مسألة الحدود لكل شخص جوه البيت ما بين الرجل وزوجته لو نحن نتكلم على مثلا في زوجات بتشتغل مرتبها وبتقبط كام والعكس عنده هو كمان مرتب وبيقبط كام هنا في فرق المساحات الشخصية هنا ايه لا هنا في فرق أولا بالنسبة لدخل الزوجة لا دخل للزوجة في الشريعة الإسلامية بالذمة المالية لزوجتي أولهلك ولا أخشى في الله لهم تلائم الشريعة الوحيدة في العالم حتى المعاصر الآن التي جعل الذمة مالية مستقلة للمرأة لا يسألها لكن هي من حقها أشعرف الوضع المالي لزوجها بس بدون تتدخل يعني يعني ليه بقى عشان هي مدبرة المنزل يعني عارفة مثلا أني دخلوا الشهري في حدود كذلك عشان نعيش إزاي عشان نعيش إزاي أحسنتي نفرض وبقى عنده صروات طائلة ما تضغطش عليه خدت بال حضرتك إنما الآن هيطلع أشياء يقولك لأ من حقات أسمك لا 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 هذا كلام بعيد عن روح الإسلام أو عن ظاهر الإسلام لأن ربنا أعطى كل حق حق أعطى حق الطوارث أعطى حق النفقة معايا حضرتك أعطى حق المبرة والمودة إنما إذا كنا هنتعامل مع بعض بقانون 50-50 مش هينفع نص ونص لا هي حق السعاية في الأعمال المنزلية يمكن يا دكتور كثير دلوقتي من السيدات كمان بينفق داخل البيوت يعني دي حقيقة محدش يقدر جزاها الله خير ما أنا أقول لسيادتك يعني مثلا حق تسقا في الأعمال المنزلية ممنوح إنما في العمل يعني ناسي بتنادي بحق سأقول لهم لا فرقوا الإسلام جعل إن فيه مبرة ومودة وتفاني في الأعمال المنزلية ما تجيش بقى زوجها تعمل فطار لزوجها وتقول له بقى بالتعبير المادي تمن إعداد الإفطار العشاء الغداء الغسيل لا 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 نبع عليه السيد والسلام لما جاء السم العمل بين السيدة فاطمة والسيدة سيدنا علي قال علي يكافح ويجاهد خارج المنزل وفاطمة تكد داخل المنزل يومي بي هنا في التكامل إنما إذا كانت استعادته بقى في أمور مالية اللي هي الحديث جافية بتاع خبر سيدنا عمر هم الناس خلطوا الأوراق لا دي كانت بيستعدوا في الغزل معايا حضرتك هي كانت بتغزل وهو يبيع تغزل ويتبيع فجاء ورساته لسيدنا عمر دول عنه فأمر بالمناصفة مش عشان أعمال منزلة بكررها لا علشان المعاملة المالية يلا ينور عليك أخيرا يا دكتور للأباء والأمهات المساحة المفروض يتحركوا فيها مع أولادهم بدون ما ده يمثل عليهم ضغط إنهم يحسوا أنهم يتدخلوا بشكل كبير في حياتهم وفي الآخر هم يبقوا خايفين عليهم طبعا أعرف يا أستاذ هدير في كلمة تعتبر منتصف القرآن تماما تعتبر دستور لكل المعاملات في صورة الكهف وليتلطف يوعى تنسيها دي نص القرآن بالضبط وليتلطف أنت ممكن ترأب تصرفات أولادك بالحكمة والموعزة الحسن بدون جرح وبدون معايرة وبدون معايبة يبقى هنا العلاق إنما إذا كان بالعنف والمعايرة والمعايبة وشدة زي بعض الأمهات ما بتعمل أو الأباء ممكن يبقى رد الفعلة أسوأ طيب الستر الستر يا دكتور ويمكن دي أكبر دعوة بندعيها ربنا دايما طول الوقت إن ربنا يسطرها علينا وهو يعني شيء رباني كبير جدا الله ستطر أسماء الحسن ستطر صحيح إزاي نتبع هذا السلوك في حياتنا ولأي مدى ده ممكن يأثر على حياتنا لو فعلا نتبعناه بشكل كبير إن الناس دايما محدش يفضح حد لقدر الله حتى لو يعني أنت عرفت عنه حاجة مشينة لقدر الله يكون سلوكك هنا الستر سيدتي كما بدأنا بالحديث النبو الشريف المجالس بالأمانات هننتهي بالحديث النبو الشريف من ستر مسلما ستره الله عز وجل موسيقى